قام وزير النفط والطاقة بشير مادة بزيارة إلى مقر الشاحنات التي تهرب الوقود من وإلى دول الجوارة جاء ذلك بعد القرار الذي أصدرته الحكومة والقاضي بمنع تصدير أي مشتقات من البترول تقرير الزميل محمد عثمان بشير من قيام الحكومة ممثلة بوزارة البترول والطاقة منع استيراد مشتقات النفط من البنزين والغازلين والغاز من خارج البلاد تفاديا لإغراق السوق بتلك السلعة نتيجة لتوفرها بكمية كبيرة تغطي الأراضي الوطنية ذلك يتواجد بمصفات جرماية النفطي وعلى ذلك قامت سلطات مكافة تهريب تلك المشتقات بمسح شامل وعلقت القبض على هذه الشاحنات من الوقود المستوردة من الخارج وزير النفط والطاقة المكلف بتطوير الطاقات المتجددة وتعد هذه الخطوة كافية لمنع وقوع سوق الطاقة المحلي بركود اقتصادي وبالتالي انهيار شركة النفط المحلي ترجمة نانسي قنقر